خلصة 2017 وبتهل علينا 2018 بكل ما هو جديد 2017 كان فيها الإيجابيات وكان فيها السلبيات وبنقول اللي احنا ما خلص نقوش في 2017 او سلبياتنا في 2018 هنحاول ان احنا نصل لحها في 2018 بنتمنى كل الخير لمصر ان شاء الله حصل احداث كتيرة جدا على المستوى السياسي وايضا المستوى الاقتصادي على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي معايا ضيف عزيز النهاردة على قناة المحور وعلى 90 دقيقة احب افتح معايا ملفات كتيرة هنحاول نعرف منه تقييمه لكل الاحداث اللي عدد فيه 2017 وتوقعته الـ 2018 معايا ضيفي العزيز الاستاذ واجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد وحزب الوفد من اكبر الاحزاب برحب بحضرتك اهلا بك دكتور جهانا كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وانت بخير وبصحة وعافية والشعب المصري كله بصحة وعافية وكل سنة والاخوة الاقباط في مصر والعالم العربي بخير وكل سنة هم طيبين بمناسبة عياد الميلاد المجيدة يا رب كل سنة وهما طيبين ويا رب يكون عام خير على الاقباط والمسلمين وعلى مصر جميعا وعلى مصر كلها وتعدي احتفالتهم على خير بإذن الله ان شاء الله تعدي على خير ان شاء الله اه استاذ زين يعني اه انا هسأل حضرتك اه بعد الاسئلة وتقول لي انت كنت معا ام ضد هذه الاحداث عدم وجود الرئيس على رأس حزب سياسي اضعف من دور الاحزاب في الشارع المصري وقلل من التفاف المواطنين حولها كنت تفضل انه هو يكون على رأس حزب سياسي محدد يلتف حوله الشعب لا الرئيس عفتاح السيسي اختار از الموقف الصحيح والطريق الصحيح ولم يرأس حزب سياسي بعينه لان الرئيس هو رئيس لكل المصريين سواء كانوا يعني في احزاب او غير احزاب وده كان مطلب حزب الوفد ان احنا دايما كنا بنطالب الرئيس الاسبق حسن مبارك بنقول له تخلى عن رئاسة الحزب الوطني واترك المجال خليك رئيس لكل المصريين وبالتالي عندما تولى الرئيس عفتاح السيسي سدة الحكم ولم يترأس حزب بعينه فده كان قرارا حكيما جدا جدا وبأطالب رئيس مصر بصفة مستمرة ان لا يترأس حزب سياسي ده يكون اكثر حرية للمواطن ده اكثر حرية ان هو هيكون يعني حكم بين الجميع وبالتالي لكنه عندما يترأس حزب سياسي انا او اي مواطن هيتطر نروح لهذا الحزب ده غير كده كمان هيكون الميول كله في اتجاه هذا الحزب وبالتالي رئيس مصر لابد ان يكون رئيسا لكل المصريين بلا استثناء حزب الوفد تعرض لحالة ضعف شديدة وقال عدد اعضاؤه بسبب ده كلام مش مزبوط الدكتور سيد البداوي لا 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 كلام ده مش مزبوط حزب الوفد يمتلك 181 مقر في جميع انحاء الجمهورية من اسوان وحتى الاسكندرية وبالتالي عدد اعضاء حزب الوفد وده مسجل في سجلاته العضوية يعني تعدى ارقام عالية جدا جدا ولا يزال حزب الوفد حتى هذه اللحظة يمارس دوره السياسي ويشارك في الحياة السياسية بفاعلية واضحة وصريحة جدا اما الذين يروجون ان هناك ضعف وشديد زي ما حيطك بتقولي فده كلام يعني حضرتك ما تتوقعش حدوث انقسامات في حزب الوفد في الفترة القادمة بالعكس لا توجد اي انقسامات في حزب الوفد في الفترة الحالية ولا القادمة والدليل كان بالامس اجتماع هيئة عليا في حزب الوفد والهيئة العليا هي يعني المخ الرئيسي لحزب الوفد وكانت هناك مناقشات وكانت هناك وجهات نظر وكان فيه لائحة مطروحة مشروع لائحة جديدة لحزب الوفد وكانت مطروحة للمناقشة وكان هناك وجهات نظر مختلفة او وجهات نظر متباينة لكن الكل في الاخر يعمل لسالح هذا الحزب اما عملية الضعف بصراحة هل الدكتور سيد البدوي بيضع لائحة جديدة لهذا الحزب على هواه؟ هذه اللائحة أم لا؟ هذه اللائحة لا طبعا غير مزبوط الكلام ده طبعا مش على هواه لائحة حزب الوفد هي لائحة قديمة بقالها فترة طويلة وكان لابد من تجديد هذه اللائحة والدكتور سيد البدوي واعضاء الهيئة العليا عندما يراقشون هذه المسألة يعني انما يريدون تطوير زي اي شيء بيتم تطويره او تحديثه وفكرة اللائحة كانت مشروع معروض من فترة طويلة من عام 2014 ولكن الآن يعني جاءت دور لمناقشتها وحتى هذه اللحظة لم يحسم الامر بشأنها لكن هناك مشروع لائحة واحنا نشرناه في جريدة الوفد ونشرناه على الموقع الالكتروني للجريدة هذه اللائحة هي الهدف الرئيسي منها ليست مرتبطة بشخص سيد البدوي ولا بغير سيد البدوي انما هي الفكرة في الاساس هي تحديث زي اي شيء بيتم تحديثه الدكتور سيد البدوي اعلنها صراحة انه لن يترشح مرة اخرى لرئاسة الوفد ولن يتولى منصبا في الحزب بعد انتهاء مدته المقررة في 26 حضرتك من وجهة نظرك من يصلح لرئاسة حزب الوفد بعد دكتور سيد البدوي انا ارى ان الهيئة العليا في حزب الوفد تتمتع بخبرات سياسية واسعة تتمتع برؤى وافكار وكلهم يعني يعني بيحبوا حزب الوفد وكلهم ابناء حزب الوفد فعلى من يجد في نفسه القدرة على قيادة هذه المركب فليترشح يعني انا دي حاجة تخص من يترشح يعني انا بالنسبة لي منيش حلاقة انا راجل صحفي وملتزم بالجريدة يأتي من يأتي ويحضر من يحضر كل ده هيبقى عبارة عن في انت عارف حضرتك حزب الوفد لتقاليد وعدات وتقوس مختلفة هو بقدر الاستطاعة يطبق النظام الديمقراطي بكل السبل يعني لو تصورت حضرتك كيف اتى الدكتور سيد البدوي لرئاسة الوفد اتى بطريقة ديمقراطية صحيحة عش على عشرة الدكتور سيد البدوي وغيره من بعد وفاة الزعيم خالد الزكر فؤاد باشا سراج الدين وهناك انتخابات تجرى في حزب الوفد على رئاسة الوفد والذي يفوز خلاص الوفديين هم اللي اخترواه خلاص حضرتك شايف انه فيه صراعات بين الدكتور سيد البدوي والاستاذ بهاء ابو شقة بصراحة بصراحة شديدة والله لا توجد صراعات هذه شائعات اعلامية وانا شخصيا بضحك لها يعني يعني المستشار بهاء بحييك على صراحة حضرتك لا المستشار بهاء الدين ابو شقة كان بالامس حاضرا لاجتماع الى جوار الدكتور السيد البدوي في اجتماع الهيئة العليا واعضاء الهيئة العليا كلهم وانا حضرت هذا الاجتماع بالامس وما كانش لا فيه صراع ولا كلام ده كله وده كله للأسف الشديد يعني انا اتكلم معاك بصراحة شديدة يعني ما يحدث هو كلام اعلامي هناك بعض الاشخاص الذين يسرون على تشويه صورة حزب الوفد هلن نتكلم بصراحة شديدة ايه مصلحتهم في كده لا توجد في مصر حاليا احزاب سوى حزب الوفد احزاب المثبتة على الورق تتعدى مئة حزب هل تسمعين بهم شيئا؟ ما على الاطلاق خلان نتكلم بصراحة شديدة الحزب الوحيد الموجود على الساحة هو حزب الوفد حزب له تاريخ حزب له جزور تاريخية حزب يعني صاحب حركة وطنية الحزب احنا اقتربنا يعني ان عمر الحزب مئة عام يعني حزب الوفد ليس اقدم حزب مصر فقط لانما اقدم حزب في يعني في العالم بس بسمع عن وجود مشاكل بين فؤاد بدراوي ودكتور سيد بلدوي؟ لا حضرتك يعني كلنا كلنا بنسمع عن هذه المشاكل حضرتك يعني احنا مش عايزين ننصاق وراء يعني ايه بعض الزمل الاعلاميين الافاضل اللي هما بيروجهم سواء دول يعني الاستاذ فؤاد بدراوي صديق عزيز ايه وله كل التقدير وكل احترام والدكتور سيد البدوي يقدر الاستاذ فؤاد بدراوي ويحترمه لكن كان للاستاذ فؤاد بدراوي وجهة نظر اخرى وعملية ان هو يعني انسحب من المشهد من حزب الوفد ده موضوع تاني لا يعني لا علاقة لي بها على الاطلاق اداء مجلس النواب ضعيف ولا يصل الى تموحات مش مزبوط لا الذين يروجون لهذه الفكرة خطأ شوفي حضرتك لا هي مش هو هو مش ترويج هو واقع على موجود قدامنا خلينك انا مش هدافع عن مجلس النواب لكن هتكلم في حاجة مهمة جدا انا مش محامي مجلس النواب عشان هدافع عنه ولا ناقف البرلمان عشان هدافع عنه ولا حاجة لكن انا هتكلم بصراحة شديدة جدا حضرتك احنا قدامنا دستور هذا الدستور بيحتاج الى قوانين مكملة ليه هذه القوانين المكملة من اللي هيعملها البرلمان مجلس النواب وبالتالي البرلمان لا يتحرك الا من خلال الدستور يفعل المواد الدستورية هذا الدستور الموجود لابد ان يعني فيه يعني الدستور زي ما انت عارفة حضرتك عبارة عن مواد الدستورية هذه المواد الدستورية علشان افعالها صح يبقى لازم اعملها في قوانين اي اعملها في قوانين وبالتالي مجلس النواب الحالي يلتزم التزاما واضحا ومحددا بتفعيل المواد الدستورية وتحولها إلى قوانين تمام للأيزة في الشديد الناس بيغيب عنها حاجات كثيرة جدا في الفترة اللي فاتت دي وأنا شخصيا كتبت مقالات في هذا الإطار رقم واحد مجلس النواب عنده هذا العدد وعنده الحكومة موجودة وتقدم مشروعات قوانين وعنده لجنة تشريعية ودستورية وكلام ده كله المجلس يلتزم التزاما حرفيا بتفعيل المواد الدستورية بمعنى حضرتك مجلس النواب طلع في الفترة اللي فاتت دي مشروعات قوانين أي هذه المشروعات من القوانين أصبحت قانون وانتهت إلى التصديق من رئيس الجمهورية وانتهت إلى النشر في الجريدة الرسمية ولابد أن يلتزم الجميع بهذه القوانين أما طريقة أن مجلس النواب ضعيف يعني إيه ضعيف يعني أنا أعرف ضعيف يبقى في حالة واحدة فقط لغير أنه لا يفعل المواد الدستورية أنه لا يلتزم بالدستور طالما أن مجلس النواب أكمل بس حضرتك كان فيه قرارات محتاجها الشعب مطلعتش في الوقت المنصر لا أكمل حضرتك طالما أن هناك مواد دستورية والبرلمان بيفعلها إلى قوانين يبقى مجلس الشعب أو مجلس النواب ملتزم أما بقى حكاية ضعيف يعني إيه ضعيف أنا أعايز أفهم هو دور مجلس النواب إيه حاجتين حضرتك الرقابة والتشريع لو جينا قلنا من ناحية التشريع هو يلتزم بتفعيل المواد الدستورية إلى قوانين إذن هو ملتزم الرقابة بيرائب إيه بيرائب تصرفات الحكومة طيب هل الوضع الحالي الوضع الذي تمر به مصر حاليا هل يجعل من مجلس النواب عملية انتقاط فقط للحكومة ولا بنشد أزر الحكومة في الظروف الحالية اللي بتمر بها مصر حاليا أحنا قدامنا حضرتك قضيتين مهمين جدا والرئيس عبد فتاح السيسي أعانه الله بقائم بهم رقم واحد عندك الحرب على الإرهاب وهذه كارثة الدول الكبرى في حالة الحروب لا تستطيع القيام بتنمية لكن احنا سبحان الله هذا الشعب المصري شعب جبار وعندما ينوي أو يعتزم أي شيء فبيفعله بيحارب الإرهاب وبيحارب من أجل التنمية ما فيش شعب في العالم أو دولة في العالم تقدر تقوم بالاتنين في وقت واحد لكن الشعب المصري بيقوم بالاتنين في وقت واحد أنت عايزة إيه بيقى من البرلمان يعمل إيه بيقى يقول للحكومة أنت غلطانة ما تعمليش مشروعات كبرى عملاقة اللي بتفصل به لا 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 خالص عفوا معلش انت عايزة من قائمة أنا أتهم مجلس النواب أنا أقول لحديتك أنا مش محامي في مجلس النواب ولا نائب في مجلس النواب ولا ليه أصدقاء في مجلس النواب لكن العقل والمنطق يحتم علي أن أقول كلام صريح وواضح مجلس النواب مطلوب منه حاجتين التشريع والرقابة التشريع يفعل مواد الدستورية بطيء في أيام إحنا مرينا بظروف كنا محتاجين فيها قرارات سريعة نعم تطلع القرارات دي كانت بطيئة لجنة استماع مش عارفة إيه شوف حضرتك هوليك شوف حضرتك أنا هذكر شيء واحد وده أنا كتبت فيه مقال أو مقالين يعني منهم مقال حولني نيابة أمن الدولة العليا وخرجت بكفالة خمس سلاف جنيه أي ورغم ذلك كتبتي مبارح برضو مقال برضو وأعرضته مواجه للرئيس مباشرة شوف حضرتك مصر في مثل هذه الظروف الرهنة والحرب على الإرهاب المؤسسات الدولة كانت منهارة مش هقولك شيء منهار لا كانت منهارة ما كانش فيه دولة مؤسسات في مصر عندما تولى الرئيس عفتاح السيسي سدة الحكم وتولى رئاسة الجمهورية بدأ الهدف الرئيسي لديه هو تثبيت مؤسسات وأركان الدولة المصرية تمام الذي حدث في الفترة اللي فادت دي يبقى يعني شيء جبار ومهم وبالتالي على جميع المصريين أن يقفوا ويلتفوا حول تثبيت أركان الدولة المصرية عندما عندما يعني أوجه ألوم لمجلس النواب بصفة مؤسسة من مؤسسات الدولة معناها أن أنا بنهك مؤسسات الدولة معناها أن أنا بضعف مؤسسات الدولة وبالتالي يبقى أنا ما بساعدش في تثبيت أركان الدولة وبقوط في أركان الدولة يبقى إيه الفرق بيني عفوا وبين الإرهاب لازم لازم نعرف حاجة مهمة جدا الدولة كانت خربانة من بعد 25 يناير متفقين جدا مع حضرتك في هذا الكلام وما كانش فيه مؤسسات تمام أنا لما ييجي يا دكتور يا جهان في مسألة في مترهمية أي لما ييجي برلمان بعد ثورة 30-6 هذا البرلمان لأول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية لم تتدخل الإدارة فيه ولم يتم تزييف ولا تزوير إرادة المصري أعود أطعن أنا فيه أطعن فيه ليه يبقى إذن أنا بهذا الشكل بخرب في مؤسسات الدولة بالعكس أنا أعطي الفرصة لهذا البرلمان ويعني وديله لأ إحنا مش بنطعن فيه إحنا يمكن بنوجه له النصيحة في 2018 أنا بأوجد بس حضرتك السرعة مع سيادة الرئيس أنا هقول لحضرتك حاجة مهمة يعني حقيقة عرف الرئيس بيتحرك تمام بسرعة عالية جدا سعايزين الناس اللي معاك كمان تمام أنا هقول لحضرتك موقف بسيط جدا يصحوا كلهم في 2018 هقول لحضرتك موقف بسيط جدا يا دكتورة البرلمان بيتلع تشريعات تتخيلي بعض الدوائر القضائية بترفض تطبيق هذه التشريعات بعض الدوائر القضائية حضرتك كان ليك مقالة النهاردة ده التاني المقالة التانية المقالة التانية النهاردة فعلا عن النواب والقضاء بسرط كده حضرتك أنا لما كتبت ده رئيس مجلس القضاء الأعلى وأنا أحترم القضاء وأقدر رئيس مجلس القضاء الأعلى كلنا بنحترم جميع مؤسسات الدولة وقضاء مصر قضاء شامخ وحصن منيع ده لا خلافة في ذلك لكن عندما تمتنع بعض الدوائر القضائية عن تنفيذ قانون هنا يبقى فيه كلام مثال دكتور واجدي في بعض الدوائر حضرتك بعض الدوائر القضائية رفضت تنفيذ القانون قانون صادر عن البرلمان والرئيس الجمهورية مصدق عليه ورفضت القانون جاء رئيس مجلس القضاء الأعلى أدي مبلاغ للنائب العام النائب العام أحاله لنيابة أمن الدولة العليا نيابة أمن الدولة العليا حققت معي خرجتني الكفالة خمس سلاف جنيه وقلت الكلام ده أيوة أنا قلت الكلام ده لأن ده حقيقة وبعض الدوائر وأثبت ده في محضر رسمي أثناء التحقيق معي مبارح كتبت مقال حضرتك أنا بلجأ فيه لرئيس الجمهورية وقلت يا سيارة الرئيس أنت حكم بين السلطات وأنت الذي تفصل بين هذه السلطات ما ينفعش سلطة أين كانت السلطة تعتدي على سلطة أخرى يعني تخيلي لو السلطة القضائية أصدرت أحكام قضائية أجأ أقول لجهاز الشرطة كسلطة تنفيذية هم يقدر يقولوا إحنا مش مينفذين ده تبقى مصيبة ده تبقى كارثة يبقى فيه هنا فيه يعني فيه حاجة فيه خلل أكيد فيه خلل في المسألة كده في حين إن الدولة المصرية إحنا بنقوى عايزين نقوى سلطات الدولة المصرية ونثبت أركان الدولة المصرية أقوي وثبت أركان الدولة المصرية بإيه بإيه بإن كل سلطة تلتزم بما هو مطلوب منها طبعا وتعتدي سلطة على الأخرى وبالتالي هو ده اللي أنا كتبته ونشدت الرئيس عم فتاح السيسي في الموضوع وقلت له يا سيالة الرئيس طب مين لحق الفصل في هذا الموضوع لما السلطة القضائية تمتنع عن تنفيذ قوانين معينة أنا كنت أتمنى من رئيس مجلس القضاء الأعلى يحقق يحقق فيما كتبت مش يتم التحقيق معايا يحقق فيما كتبت ولازلت بأناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى حقق في مثل هذه الأمور لأن هذه كارثة أن تمتنع بعض الدوائر القضائية عن تنفيذ قانون صدر عن البرلمان دي مشكلة في حاجة غلط يعني إحنا بنحترم جميع الهيئات وكل السلطات ويمكن كان فيه سوء تفاهم بينهم الله أعلم أنا مش عارفة أصلا للحكاية لأني هلجع بقى الثاني اللي انت سألتي في الأول حضرتك انت سألتي فيه هجوم على البرلمان أيها تم هو ده يعتبر هجوم على البرلمان ده يعتبر هجوم على البرلمان ليه أن يهجم البرلمان طالما البرلمان أينião بوزفتين أين بالتشريع دوره يفعل المواد الدستورية والرقابة وبرائب طبق المطلوب أنا أضع في البرلمان ليه والبرلمان ده لحظي حضرتك يا دكتورة ده برلمان مهم جد ده أفضل برلمان صدر تخيلي برلمان 2010 وتخيلي برلمان الإخوان هعزين نعمل مقارنة سريحة أنا ليه بننسى بسرعة مفروض ما ننساش لا هو أكيد أفضل بكل مش أفضل لا أفضل وأفضل وأفضل يكفي يكفي حاجةين حضرتك يكفي أن هذا البرلمان لم يتم فيه تزييف إرادة الناخب لم تتدخل الإدارة على الإطلاق في تزوير فيه إشراف قضاء كامل عليه لا إحنا عزين إيه بقى أكتر من كده يبقى ما نحترموش ولا نحترمو بنحترمو بس بنقول لو فيه سلبيات قابلناها في 2017 نحاول إن إحنا نحل لها أو نتلافها وتبقى إيجابية في 2018 أتمنى أكيد كلنا يعني مش بس المؤسسات أنا كنفسي الغلطات اللي غلطتها في 2017 هحاولنا ما منحش في 2018 طب أنا هقولي حاجة صغيرة جدا في الإطار ده رئيس نادي قضاءة الأسكندرية قال كل ما نشر في جريدة المصر اليوم كده وقال في كلام المكتوب على لسانه إن هو مش يعني هو بيرفض وعندية القضاء هو قال كده وعندية القضاء بيرفضه أي شيء اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بيعملوها يعني إيه ده ده كلام يتقال ده كلام خطر جدا إزا أقول كلام زي ده أنا مش لقيله تفسير بصراحة لما ينشر في جريدة وجريدة أنا بقدرها شخصيا جريدة المصر اليوم ويقول فيها إن هو بيرفض كل ما يصدر عن اللجنة التشريعية مرفوض ده اسمه كلام وإيه بقى قانون إيه بقى ده قانون الإجراءات الجنائية القانون من ميزة البرلمان ده كمان أنه اقترب من قوانين لم يجرؤ برلمان سابق على الاقترب منها نعم عندنا القوانين بقى لها سبعين سنة وقوانين بقى لها خمسين سنة قوانين عديقة وقديمة حضرتك إحنا مقدمين على لأن الظروف اتغيرت إحنا مقدمين على 2018 وعند قانون صادر من سبعين سنة ده إيه ده إيه ده إيه ده إلي بحصل ده لا ما ينفعش لا فيه ونزعل من البرلمان عشان بدأ يدخل ويقرب من المسألة دي لا ده لازم يقرب ويقرب ويعدل القوانين البالية لازم قوانين عفى عليها الزمن طبعا يعني القوانين معلش تنفع لازم تتغير يحصل إيه بقى في موقف زي ده بقى يطلب من الجهات المختصة قدموا مشروع قوانين يتم التعطيل والتأخير تعطيل وتأخير كان لازم على الحكومة تقدم مشروع قانون قامت الحكومة مقدمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية طيب لما قدمت الحكومة كان فيه ملاحظات عملت لجنة رجع لمجلس الوزراء رجع بعته لمجلس الدولة وفيه لجنة يعني من كبار المتخصصين في هذا الشأن ونطعن عليه طبعا طعن عليه ليه ده دوله قد فرصة للبرلمان يناقشوا أو اللجنة التشريعات نقشوا وبيحضر المناقشات ديمية يعني كبار المستشاهمين فيه حاجة غلط فاصل وهنرجع بالسؤال المهم فاصل مشاهدينا بالواصل حوارنا مع الأستاذ وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد والأسئلة اللي جاية أستاذ وجدي نعم أو لا ولماذا حضر هل تؤدي الحكومة دورها المطلوب منها وجميع الوزراء في 2017 نعم وعايزين المزيد ما فيش أي نقد أو حاجة حسيت أن هي كانت بطيئة في الحكومة أو حاجة تتغير أه طبعا هو هقول لحضرتك حاجة وأنا قلتها قبل كده يعني وكتبتها في منقال يعني أولا الرئيس ماشي بسرعة قطار والحكومة بتجري وراء أنا عايز الحكومة تلحق الرئيس في الأفكار والمشروعات اللي بيعملها الحكومة الحالية تحتاج تعديل لبعض الوزراء آه طبعا نعم بالفعل احنا فعلا في حاجة شديدة إلى تغيير بعض الوجوه الوزرية آآ وزارات ايه يا أستاذ زوج دي التعليم التربية والتعليم تحديدا حضرتك احنا بنبني مصر الجديدة مصر الجديدة دي عشان أبنيها صح لازم أعمل انقلاب في التربية والتعليم انقلاب كامل شامل ده أدى البداية الحقيقية وعلى فكرة ما انتظرش ما انتظرش النتيجة بعد سنتين ثلاثة اربعة لا آآ عشان أعمل تغيير جزري في العملية التعليمية في مصر دي على الأقل محتاجة لها النتيجة بتاعتها ستظهر بعد مثلا حد أدنى 12-15 سنة أنا عايزة نبدأ ده من دلوقتي زي ما الرئيس بيعمل مشروعات عظيمة وأملاقة بتنفع الأجيال القادمة عشان بني ابن مصر جديدة يبقى لازم أبدأ بالتعليم وحتى الآن لم يتم البدء الحقيقي في عملية التربية والتعليم للأسف الشديد دي حقيقة دي حقيقة فعلا أنا عايز وزير سياسي يجي يعمل الانقلاب في التربية والتعليم ومش عايز منه النتيجة دلوقتي دي احنا نحط استراتيجية يقعد هو سنتين يقعد يقعد ثلاثة يقعد عشر سنين يقعد يوم كل اللي هيجي يكمل هذه الاستراتيجية لغاية ما ننتهي عشان نتائجة تتحقق بعد 12-15 سنة المجموعة الاقتصادية هي السبب الرئيسي في تأخر الاستثمارات؟ بمعنى؟ بمعنى انه بالرغم من صدور قانون الاستثمار الموحد اللي الحكومة قاعدت تروج له طويلا الى ان مع ذلك هناك تأخر هو بص حضرتك من ضمن برضو هارجع للبرلمان تاني من ضمن القوانين المهمة اللي صدرت عن البرلمان في الفترة الماضية هو قانون الاستثمار وانا حضرت لقاء او زي ندوة او لقاء في حقيقة التلمية الصناعية واتكلموا يعني تحديدا عن قانون الاستثمار وقد ايه يعني اصبح هناك فيه سهولة كان زمان عشان تفتح مصنع حضرتك ممكن تعدي بك 3-4 سنين عشان تفتح مصنع دي حقيقة يعني واعرف ناس كتير جدا وكانوا بيقول لنا الجريدة يشكو مر الشكوى ان عشان يفتح مصنع صغير ممكن يقعد ياخد موافقات لمدة 3-4 سنين ايه الان الصورة تغيرت دلوقتي هي التلمية الصناعية مثلا او المشروعات السمارية اللي هي بترعاها او بكده بيبقى فيه تسهيل الاجراءات موجود لكن لازم نعترف كلنا بحاجة يعني اهم من ده كله لحظي ان مصر بتحارب الارهاب اكيد هذه الحرب على الارهاب الوحيدة حرب شرسة كمين حرب شرسة على الارهاب دي الوحيدة يعني يعني نقدر نقول عملية اساسية في ان جذب الاستثمارات لازم يقل ده شيء طبيعي ودي المسألة هتاخد وقت يعني لازم تاخد وقت مع الانتهاء من جماعات التطرف الموجودة في مصر والكلام ده كله الامور ممكن تبشر بالخير ده يحتاج بقى للوزراء المجموعة الاقتصادية زي ما انت حدك بتقولي محتاج من المجموعة الاقتصادية دي ان هي تضع الخطط تضع الافكار الجديدة ان لنتغلب بيها على هذا التقصير ونجذب الاستثمارات حضرتك شايف ان الحكومة هي السبب في ارتفاع الاسعار بسبب عدم سيطرتها على الاسواق وضعف الرقابة لا بص حضرتك حتى انا كن منصفين اه في ضعف في فوضى في الاسواق مزبوط في فوضى في الاسعار مزبوط في مفيش رقابة على الاسعار مزبوط كل ده موجود لكن مش الحكومة هي السبب في رفع الاسعار احنا حضرتك يعني بصي من الاشياء العظيمة برضو هرجع على الرئيس عفتاح السيسي ايه يعني برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي مصر بدأته كان لابد ان يتم منذ فترة طويلة وما تمش كون ان يبقى في برنامج اصلاح اقتصادي لازم يبقى كون ليه ضريبة او نقدر نقول عليه ايه يعني ريسك او خسارة للاسف الشديد هو المواطن كان بقى يجب على الحكومة تعمل ايه بقى طالما في برنامج اقتصادي بنعمله يبقى كان لازم اعمل حماية الحكومة ده كان ضر الحكومة بقى نعم لابد ان اعمل الحكومة تعمل حماية خاصة للطبقات الفقيرة واهل العوز يعني يعني الناس اللي كان ده نقدر نعمله في 2018 يريد يريد وده يعني ده امنية ليه في 2018 ان تزداد برامج الحماية تزداد برامج الحماية علشان خاطر اهلنا المحتاجين علشان اهلنا من اهل العوز علشان الفقراء فقراء المصريين اللي تأثروا اللي هما للأسف الشديد بيتحملوا 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 يعني لنا من وجهة نظري البطل الحقيقي في عام 2017 هو المواطن المصري اللي بيتحمل ده كله عشان كده يجب على الحكومة ان يكون عندها برامج حماية كثيرة جدا تحمي هذه الطبقات الفقيرة صح او غلط استاذ واجدي الصحافة الحزبية في مصر بتتعرض لمحنة كبيرة جدا ايه هي ونخرج منها ازاي ايوه ده كلام المهم بقى بص حضرتك الوقت في الصحافة الحزبية ما عندش اللا فيه اللا جورنانين جريتين جريدة الوفد اليومية ايوه وجريدة الاهالي الاسبوعية واحنا الاتنين يعني في الهم سوا ايوه نعاني معاناة شديدة بشكل لا تتخيليه في تدبير موارد الطبع في تدبير المرتبات ودي احنا للأسف الشديد كان عندنا يعني مبلغ كبير جدا المبلغ الكبير ده من 25 يناير وحتى الان يعني ما كانش فيه اعلانات بتيجي للجريدة وبالتالي كان فيه مرتبات وبالتالي كان فيه طبع جريدة عدنا ناخد من الفلوس دي من الرصيد الموجودة لغاية منافذ الان نحن نصدر يعني ببركة الله سبحانه وتعالى وانا شخصيا اعاني شهريا معاناة شديدة جدا جدا في تدبير نفقات الطبع والمرتبات ازمات حزب الوفد اضعفت من الجريدة الورقية وايضا الموقع الالكتروني اطلاقا اطلاقا بص حضرتك الموقع الالكتروني عندنا موقع جيد جدا ولهما كانت وترتيبه وبيحقق ارباح يعني بيجيب ارباح كويسة جدا الموقع الالكتروني والجريدة الجريدة مش ضعيفة لكن الجريدة بتعمل بمنطق وطني اوي بمعنى ايه شايفة الحالة التي تمر بيها مصر والظروف الراهنة اللي بتمر بيها مصر هل تتخيلي ان ينفع انا عار يعني احولها لجريدة معارضة اعود الى معارضة وخلاص لا لابد ان يعني يكون في رأي ورأي اخر لابد ان يكون في الجريدة etas من مراعاة الظروف التي تمر بيها مصر انا شخصيا وده سياسة الجريدة وده الليان اتابعها في الجريدة الجريدة مع الدولة المصرية ما بنكرش با اعلنها صراحة الجريدة مع الدولة الوطنية المصرية وبالتالي كل ما يهم الدولة المصرية انا بشارك فيه وبشارك فيه بفعلیه يعني مثلا نوع في الحرب على الارهاب لابد ان يكون للجريدة باع طويل في الارهاب الحرب من اجل التنمية لابد ان يكون الجريدة باع في الحرب من اجل التنمية يبقى ما تقول ليش معارضة بقى احنا قلنا فترة صعبة جدا مرت بها مصر اللي هم السنة اللي الاخوان حكموا فيها وبالتالي ما كانش في دولة مصرية اصلا انهارت مؤسسات دولة كلها طب لما يرجع ده كله وربنا سبحانه وتعالى بيحب هذا الشعب العظيم ويبقى هنبدأ نأسس لدولة جديدة والكلام ده كله عايزان اعرض ايه لابد اكون سند للدولة المصرية طب ايه رأي حضرتك في اداء الصحفيين الحالي هل ممكن يكون سبب في تراجع الجريدة الورقية بالعكس صحفيين جريدة الوفد من افضل وانبل صحفيين مصر يكفي انهم يعملون برواتب زهيدة لانهم مؤمنون يعني عندهم ايمان قاطع بالرسالة اللي بيقدوها وبالتالي يعني بالعكس انا يعني مش عارف ينفع ان انا اقول ده ولان بحيي زملائي كلهم في جريدة الوفد لان كلهم فعلا صبرين صبر ايوب بصراحة يعني بجد يعني مفيه الصحفي في جريدة اخرى يتحمل ما يتحمله الصحفي في جريدة الوفد لان بياخد مرتب بسيط ده رقم واحد رقم اتنين بيعمل بكل قوة مؤمن برسالة وطنية وكده عايش بالعكس صحفيين الوفد دول يعني تعمل لهم تمثيل يعني بصراحة نوع اخر من الاسئلة هنشوف مجموعة من الصور مع حضرتك وعايز اتعليق منك أول صورة يا شباب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ربنا يعينك علي بيهجموك الصورة التانية المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة شفاك الله وعفاك أمين يا رب العالم مهندس إبراهيم محلب أجدع راجل في مصر رسائل سريعة وقوية بحبه الأستاذ عبد المحسن سلامة صديق العزيز يتحملني شوية في مصاريف الطبع الأستاذ كرام جبر بعتز بيه وبحترمه الأستاذ يحيى قلاش نقيب مناضل نقيب الصحفيين السابق نقيب مناضل دكتور سيد البدوي أنا بحبك أستاذي ومعلمي مصطفى شردي فارس الصحافة المصرية مش حابب توصله رسالة مؤسس الوفد أستاذ مصطفى شردي أستاذ مصطفى شردي من الذين تتلمزت على يديهم وهو من الشخصيات العظيمة وكان وطنيا يعني من الرأس حتى النخاع وأسس مدرسة صحفية عملاقة هي جريدة الوفد مين شخصية هذا العام من وجهة نظر حضرتك مواطن المصري صحيح أولي طيب رياديا ملياش في الرياضة محمد صلاح طيب بحبه طبعا محمد صلاح اقتصاديا الرئيس السيسي أكتر واحد بيتعب وبيجري نعم الرئيس السيسي وبنتمنى أن هم يحصلوه الرئيس السيسي طيب حضرتك شايف أنه الإعلام المصري بيقوم بدوره في تثبيت أركان الدولة نعم الإعلام المصري حاليا فعلا بيقوم بدور مهم جدا في تثبيت أركان الدولة كل الزملاء في كل الصحف على فكرة وفي كل وسائل الإعلام المختلفة حتى الفضائيات كمان رسالة لجنودنا في سينة دي بقى الحاجة المهمة قوي جنودنا اللي بيفضوا نفسهم وأنفسهم عشان إحنا نعيش إحنا بننحني لكم تعظيم وسلام ربنا يوفقكم إحنا يعني نكاد ننحني يعني جباهنا لكم على الأدوار العظيمة اللي بتعملوها عشان مصر في رسائل أخرى حضرتك تحب توجهها لأي حد مع بداية 2018؟ أه فضل الرسالة بوجهها للرئيس عبد فتاح السيسي ربنا معاك ريس وكل الوطنيين في مصر بيحبوك وهيقفوا جنب منك في تثبيت أركان الدولة المصرية مين ظلمك في 2018؟ اللي ظلمني حتى بعفو عنه هايل طب ظلمت حد أنت في 2018؟ أتمنى ما كنش ظلمت حد أنا ما بحبش الظلم على فكرة حتى الزمل عندي في الجريدة بيقولولي أنت بقدر استعب بحاول أعدل يعني بين الناس يعني بحاول أسعى لحقوق الناس يعني أفيش بيني وبين أي حد من الزمل على أي خصوم على الإطلاق دي أحسن حاجة أنا بحب الناس كلها على فكرة وحتى لو حد زعلني أو ظلمني أنا بعد عشر دقائق بصفه تماما ده نعمة من عند ربنا ده يدل على طيبة القلب أنا عندي تسالح مع نفسي على فكرة عشان كده تعيش مرتاح وتعيش سعيد جدا على فكرة جدا يعني أنا سعيدت بحواري مع حضرتك أستاذ واقدي زين وسعيدة أن أنا هبتدي 2018 برؤية حضرتك كل سنة وأنت طيبة والشعب المصري كله بخير وبوجه رسالة للإخوة الأقباط في مصر بقول لهم كل سنة وأنت طيبين وأيد سعيد عليكم وعلى الشعب المصري كله بتعم الأفراح والليالي الملاح على المصريين ويا رب يكون السنة الجاية أفضل من السنة اللي ما شك يا رب يا رب مشاهدينا وقت قليل قوي وهتخلص 2017 هنوضعها بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات وهتبتدي 2018 بتمنى لكل الشعب المصري السعادة والرخاء واللي ما قدرش يحقق حاجة في 2017 يا رب يقدر فعلا يحققها في 2018 شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة